مجاعة على أبواب العراق وسلطات حكومية مترنحة وخزينة مهددة بالإفلاس هو المشهد العام في العراق بعد الأخبار المتواترة عن كارثة اقتصادية وشيكة توازي خطورتها خطورة انتشار وباء كورونا إن لم تكن أسوأ من ذلك خلية الأزمة الحكومية صرحت بالقول إن جائحة كورونا أثرت على مستوى الطلب على النفط المستمر بالانخفاض ووضحت أن واردات العراق بعد انخفاض أسعار النفط لن تتجاوز الملياري دولار شهريا يذهب منها مليار دولار لشركات جولات الترخيص النفطية الأجنبية ليبقى مليار واحد فقط من الواردات تذهب إلى خزينة الدولة بينما تبلغ قيمة رواتب الموظفين لوحدها ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لا رواتب في شهر نيسان هذا هو المرجح بحسب خلية الأزمة وعليه فإن أحد قرارات الحكومة المرجح اتخاذها أملا في تفادي الأزمة هو طباعة المزيد من العملة الورقية للشهرين المقبلين دون مقابل من عملة الدولار بذريعة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخرق الالتزام بمحددات الطباعة والشروع بها مقترح طبع العملة الحكومي حذر منه خبراء اقتصاديون ورأوا أن في هذا الخيار كارثة تمس حياة المواطنين لا سيما ذوو الدخل المحدود في بلد يعيش أكثر من ثلث مواطنيه في فقر متقع بحسب تقارير لوزارة التخطيط فضلا عن تسببه بضربة كبرى لقيمة الدينار العراقي المنهار أساسا التخبط الإداري للحكومة وانهيار أسعار النفط عالميا أدى إلى تكبد العراق خسائر في موازنته المالية السنوية قدرت بنحو 40 مليار دولار وفقا لإحصاءات حكومية إذ ما زالت تعتمد السلطات اعتمادا شبه كامل على واردات النفط فيما يعاين العراقيون الأضرار من جراء فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة البلاد لا سيما في الأزمات